مشاهدين الكرام في كل مكان برحب بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم الإسبوعي عبر الكتاب 1400 سنة من الهجوم على صليب المسيح 1400 سنة من إنكار حدوث هذا الحدث التاريخي المهم بدون دليل واحد ينكر الكرآن صلب المسيح ضاربا بالحائط عشرات بالمئات البرهين والأدلة على حدوث وعلى تاريخية الصلب لكن هذا عنوان حلقة اليوم هو مصداقية الأنجيل وخرافة نجاة المسيح من الصلب مصداقية الأنجيل وخرافة نجاة المسيح من الصلب وأنا حبيت أحط كلمة خرافة أمام هذا الأمر لأنه فعلا إنكار حقيقة صلب المسيح ما هو إلا خرافة خرافة ينادي بها الإسلام خرافة لأنها لا تبنى لأنه يقدم لنا إنكار وينكر صلب المسيح دون أن يقدم لنا برهانا تاريخيا واحدا لماذا أطلق عليها خرافة؟ لي أنا حبيت أحط كلمة خرافة لأن الخرافة هي قصة غير تاريخية لم تحدث قصة ما لهاش أي أساس تاريخي فالرواية الإسلامية ليس لها أي أساس تاريخي وإلا كان قدم لنا القرآن برهين تاريخية لكنه لم يقدم لنا أي دليل ولا أي برهين تاريخية هو قال أن المسيح لم يصلب ولم يمت دون أن يقدم لنا أي برهان تاريخي يؤكد ما يقوله عشان كده هي خرافة لأنها غير مستندة على برهين تاريخية هي قصة خرافية ابتدعها القرآن والإسلام لكيما يعني يبعد الإنسان عن الفداء في المسيح يسوع فالخرافة لا يوجد لها سنة تاريخي وهكذا أيضا القصة والرواية القرآنية لا يوجد لها أي سنة تاريخي ولا يمكن إثبات حدوثها تاريخيا بجانب التخبط الإسلامي الفضيع في تفسير من هو الشبيه وماذا حدث يكفي أنك تدخل هذا المجال وتشوف كمية الإختلافات والآراء والقصص والأساطير والخرافات والروايات التي يعني لم يسمع عنها أحد ودخل إلى غرفة ودخل وراءه الجند الروماني ثم خرج الجند الروماني دون المسيح أو خرج شخص دون المسيح فمعرفوش إذا كان دا المسيح ولا الشخص اللي دخل وتطنيوس اللي قال عنه قبل كده الشعراء وكصص 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 كلها خرافات فالتراث الإسلامي مليان بيحاول يملأ هذا الفراغ بخرافات مرتبطة بالمسيح وطبعا هو لا يعلم أو يعلم ويجهل لكنه غالبا هو لا يعلم لا يعلم أن المسيح تم القبض عليه في بستان جسيماني ما كانش في بيت لا يعلم كل هذه التفاصيل لأجل هذا أقول أن عدم صلب المسيح أو رواية عدم صلب المسيح هي خرافة لا ترتقي إلا إلى هذا المستوى خرافة نظير الإنجيل الذي يقدم البرهين والأدلة بكل وضوح بالعشرات بل بالمئات وكما ذكرت في الحلقة الماضية قلت أنه أكتر من 750 آية كتابية في الأربع أنجيل بتتناول الأحداث الأخيرة في حياة الرب يسوع بتتحدث عن المحاكمة الأبضع لي والمحاكمة والصلب والموت والقيامة والصعود أكتر من 750 آية وفي العهد الجديد بنجد أكتر من مع باقية الأنجيل بنجد مجموعة يمكن أكتر من 900 آية كتابية في العهد الجديد فقط بتتحدث عن حادث الصلب وموت المسيح طبعا أمام هذا الكم الهائل من الأدلة بيقف المسلم عاجز عن الإجابة واحد من هؤلاء العاجزين عن الإجابة هو الدكتور منقذ السقار اللي أنا بقول فعلا أنه فشل فشل زريعة في أنه يقدم برهانا واحدا وعلشان يعني يثبت فشله أو يداري فشله خلينا أقول عشان يداري فشله عمل إيه؟ يروح يهاجم الأنجيل يهاجم الأنجيل ويهاجم مصداقيتها كويس؟ عش كده أنا حطت فيديو أنا بعتبر هذا الفيديو هو فعلا البرهان على فشل الدكتور منقذ السقار وهروبه من تقديم إجابة منطقية يقتنع بها العقل لأنها أساسا ما فيش يعني الفيديو اللي هوريه لحضراتكم أنا بعتبر هذا الفيديو هو فعلا قمة الفشل في تقديم إجابة منطقية عن ليه بنرفض بيرفض مئات الأدلة ويقبل آية وحدة بدون أي دليل نسمع الفيديو وارجع أعلق عليه لو كان محمد عليه الصلاة والسلام يتحدث من نفسه لحق لكم أن تقولوا ذلك كيف نرد شهود العيان ونقبل برجل جاء بعد الحدث بستمائة سنة طيب القصة ليست هكذا القصة النهارة كيف نرد شهود العيان ونقبل بشهادة رجل كهذا أتى بعد المسيح بستمائة سنة ده السؤال المنطقي للي عنده منطق اللي عنده فكر للي بيستخدم عقله كويس لكن هنشوب بقى الفشل للزريع لأنه ما عندهوش إجابة ما عندهوش إجابة وما عندهوش أي برهان يقدمه على أن المسيح لم يصلب فالبرهان اللي عنده البرهان اللي عنده هو الكلام اللي هنسمعه دلوقتي ستمائة سنة لكن القصة ليست هكذا القصة أن هذا الذي ذكر هذا إنما هو رسول الله أوكي سواين ده بنسبالك بنسبالي أنا لا كويس وهل يمكن أن يكون الله بيدي معلومات غلط لرسوله هل ممكن أن الله يلغي حدث تاريخي مثبت تاريخيا بالبرهين والأدلة الكثيرة ويلغي من التاريخ طبعا نحن نعلم أن الله يستطيع كل شيء بس دي بصراحة معجزة جديدة أنا معرفهاش إن الله يناقض التاريخ الله الذي يصنع التاريخ هو نفسه يناقض التاريخ نسمع وما يأتي به هو وحي الله تبارك وتعالى الله الذي هو أيضا رأى تلك الأحداث بل هو يعلمها قبل أن تقع إنه العليم إنه اللطيف إنه الخبر كونه وحيا هذا يختصر المسافات يختصر حاجز الزمن فيجعله كأنه شاهد عيات أيوة كمل الفشل كمل كمل فشل الرهيب في الإجابة على هذا السؤال المنطقي من النحية الإسلامية ليس له حدود أنا بشكرك يا دكتور منكز على هذا الفيديو وبشكرك لأنك أعلنت قدام الكل قدام كل مشاهديك أنك فشلت في تقديم إجابة منطقية تحترم العقل وتقدم البرهين والأدلة التاريخية على حدث مهم بنيت عليه أنت إيمانك وهو أن المسيح لم يصلب كميز أنا بعتبر هذا الفيديو فعلا يعني هو إجابة المسلم الفاشلة في تقديم البرهان والدليل ما تيجي عندي أنا بقى أنا مش أقول لك أنه الأنجيل هي وحي مع أنه ده إيماني وأنه الأنجيل هي كلمة الله مع أنه ده إيماني لكن أنا هعمل إيه؟ لأنه الوحي والإعلان لا يتعارض مع التاريخ ولا يتناقض مع التاريخ ولا يتناقض معه فإن كان الله يعلم الماضي والحاضر المستقبل فهو يعلم جيدا أنه هذا الحدث قد تم وأنه هناك شهود عيان وأنه هناك مئات الأدلة والبرهين على حقيقة صلب المسيح ما جيش أقول لك لأنه الكتاب المعدس هو وحي من الله فالموضوع مفهوش نقاش ويقبل الأمر كما هو لا 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 أنا باحترم عقل المشاهدين وبقدم البرهين من الكتاب المعدس والأدلة وخارج الكتاب المعدس وبقدم البرهين من الكتابات اليهودية وبقدم البرهين من الوثائق الرومانية بقدم البرهين مش بلغيها لكن حضرتك لم تحترم عقول المشاهدين وفشلت فشل زريع سيظل هذا الفيديو هو علامة فشل كل مسلم بما فيهم منقذ السقار على تقديم إجابة فيها برهين عقلية منطقية تاريخية على أن المسيح لم يصلب وأنا بشكرك يا دكتور منقذ لأنك أبدعت في الإجابة طيب نجي إلى سؤال آخر هل كان الإنجليون شهود عيان هل كان متى شاهد عيان هل كان يحنى شاهد عيان هل كان بوتروس شاهد عيان طيب عشان يجاوم على السؤال ده قبل ما يجاوم عليه أخذ الأخ متى من العراء ألو ألو سلام المسيح سلام المسيح أخي أهلا وسهلا بك ربي بارك خياد منتك يا رب شكرا لك حقيقة الموضوع يعني الذي تتكلم الآن بينه هو موضوع عميق جدا يعني السؤال هنا يطرح نفسه هل كان الإسلام يعلم ويدلس على الحقيقة أو هو جهل حقيقة يعني لهذا السؤال يعني أكو في جهة مؤيدة لهذه الأطروحة وجهة وإلا مؤيدة للأطروحة الأخرى على كل يعني في يعني مع وضد لكن الحقيقة هي أن هذه الأسئلة وهذا الأسلوب الإسلامي ليس وليد اليوم أو وليد القرون دعنا نقول القرون الخامسة والستة الأخيرة الحقيقة أن هذا الأسلوب الإسلامي كان منذ البدء منذ بداية نشأة الإسلام وللباحثين يعني لو ننظر إلى مثلا رسالة رسالة عمر بن عبد العزيز إلى ليو الثالث إمبراطور القسطنطينية لرأينا نفس الأسلوب اللي يستعملوا الشيوخ الآن في المواقع وفي الإنترنت نفس الأسلوب هو وهو والمسيحية ترد بالدليل الأكاديمي والمسلم يعني ولا يعني كأنما سمع الإجابة يعني يتجاهل الإجابة يتجاهل الأدلة الأكاديمية يتجاهل الأدلة المنطقية لأن المسلم من الداخل مهزوم فكريا هي الهزيمة الفكرية للإسلام لأنه لا يستطيع أن يوفر حقيقة لا يستطيع أن يوفر حل فيلجأ إلى المراوغة وإنكار الحقائق دا حي شكرا جزيلا شكرا لك إخوة معك شكرا لك شكرا لك الإيمان المسيحي بيحترم العقل حتى لو مختلف معايا يعني يعني أعتقد لو المسيحية وغدا نفس التوجه بتاع الإسلام أنه أي واحد يهاجم الإيمان المسيحي يتم دبحه ويتم التخلص منه بما فيهم محاولة الأخيرة لقتل سلمان رجدي صاحب رواية آيات شيطانية إلى آخره وإلى آخر الليستة الطويلة المعروفة في عالمنا العربي من أي واحد يفكر خارج الصندوق ويحاول يستخدم عقله يتم تكفيره ويتم أيضا باحد سفك دمه لو الإيمان المسيحي اتبع هذا الفكر لا لا يعني لا سكتت كل الأصوات لكن لأن احنا بدأ احترم فكر الإنسان اختلف معايا بس أنا ما هيظل إيماني كما هو وأحترم رعيك لكن طبعا الفكر الإسلامي أنه لا تجادل ولا تناقش الأمر كما هو بالضبط الهلنة دكتور منقز لا تجادل ولا تناقش هذا الكلام هو كلام الله والله يعلم كل شيء وهو العليم السميع بس وكأن الله لا يحترم عقل الإنسان وتفكير الإنسان هاجي إلى السؤال اللي بترحل دكتور منقز هل كان الإنجليون شهود عيان طبعا الدكتور منقز لأنه فشل وأنا بقول أنه فشل في الإجابة على السؤال المهم كيف لإنسان عاقل أن يرفض مئات البرهين ويقبل آية واحدة تنكر الصليب فشل في الإجابة كده فيعمل إيه لازم يداري فشله يداري فشله في أنه يهاجم الأنجيل يداري فشله في أنه يهاجم مصدقية الأنجيل وأنه كتاب الأنجيل لم يكونوا شهود عيان فخلينا نسمع هو طبعا دكتور منكز بيعمل إيه زي أي مسلم المسلم ما بيخترعش حك المسلم بيقلد أو بيقتبس كويس ده ده المسلم هو 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 للأسف اترب على كده فيعمل إيه دكتور منكز يروح لنقاد للمسيحية اللهوتيين سميهم كريتيكال سكولورز هو ما يعرفش أنه في كل الجامعات حتى الجامعات السيكلور هناك أقسام لدراسة الكتاب كجزء أدبي يعني كأي كأي وصيقة أدبية تاريخية فهناك كثيرين من اللهوتيين الذين ينتسبون إلى المسيحية لكنهم لا يؤمنون بالمسيحية وبما هو في الكتاب المؤدس وبيهجمه فهو يروح لهؤلاء ويجيب اقتبساتهم ويحاول أنه يهجم على الميهاجم المسيحية والأناجيل من خلالها يعني هي حاجة مش بتاعته عايز أقول اللي هيقوله الدكتور منكز ده مش بتاعه ياريته كان بتاعه كان الواحد يقدر ينقشه لكن ده مش بتاعه ولأنه مش بتاعه فهو بيحاول يقولك كما قال اللهوتي الفلاني والرجل للمسيحي الفلاني ويهمك أنه يعني هذا هو الفكر المسيحي كويس خلينا نسمع الفيديو اللي جاي الأول وبعدين نعلق عليه هل من الممكن أن يظهر المصدر كيو خلينا أعرف هنا طبعا نحن اتكلمنا عن المصدر كيو الأسبوع اللي فات وقلنا أنه المصدر كيو هم نظرية المصادر اللي بتؤمن أنه متى ما كتبش من فراغ ولا مرقص كتب ولا لوقة كتب من فراغ متى ولوقة اقتبسوا من مرقص وفي حاجات متى ولوقة ما خدوهاش من مرقص خدوها من مصدر آخر كيو يعني كوال بالجورماني الألماني فهي بتعني مصدر آخر مصدر فهل ممكن والمصدر طبعا زي ما قلت لحضراتكم الحلقة الماضية هي نظرية هي نظرية بتحاول تفسر التشابه بين الأنجيل الثلاثة الأولى لكن هل المصدر ده موجود مش موجود هل المصدر دوا نعرف عنه معلومات كثيرة ما نعرفش هي كلها تخمينات افتراضات افتراضها العلماء كنظرية لتفسير التشابه بين الأنجيل الإذائية أو الأنجيل الثلاثة الأولى كامل يا دكتور منقص هل من الممكن أن يظهر المصدر كيو نعم من الممكن أن يظهر بل هل من الممكن أن تظهر مخطوطات للعهد الجديد تعود حضرتك ما تعرفش ويمكن تعرف وتجهل أو يمكن تعرف وما بتتكلمش لكن حضرتك ما تعرفش أنه كل سنة بيتم اكتشاف أكتر من ستين مخطوطة جديدة بترجع بعض المخطوطات إلى القرن الأول والتاني الميلادي حضرتك ما تعرفش ده يعني كل يوم بيتم البحث عن مخطوطات جديدة كل يوم كل يوم يعني العالم المسيحي بيبحث شرقا وغربا عن أي مخطوطة جديدة فمن فيش جديد يعني فكل كمل كمل من الممكن أن تظهر مخطوطات للعهد الجديد تعود إلى ما قبل القرن الرابع إلى القرن الثالث نعم من الممكن وإذا وقع هذا فالكتاب المقدس سيقلب رأسا على عهد يقول لك إذا اكتشفوا مخطوطات قبل القرن الرابع الكتاب المقدس يعني يقلب رأسا على عقب كان غيرك أشتر كان غيرك أشتر إلى أن تزول السماوات والأرض لن يزول حرف واحد من المكتوب كان غيرك أشتر وكل الاكتشافات الحديثة لا يوجد فيها ما يتعارض مع الكتاب المعدس بل بالعكس بتؤكد صحة المكتوب فاللغة دي ما تنفعش معنا اللغة دي تتحك بيها على المشاهدين بتوعك اللي عملين يتكبروا وراك لكن ما تتحكش بيه علينا ولا على المشاهدين المسيحيين لأن احنا نعلم جيداً أن هناك يتم اكتشافات مخطوطات كثيرة ولا يوجد فيها ما يؤثر على الإيمان المسيحي بل بالعكس لأن الإيمان المسيحي دكتور منقز عنده من المخطوطات ما لا يوجد في أي ديانة أخرى ولا حتى الإسلام فيعني لغة الدحك على الناس دي بلاش بلاش منها طيب نرجع إلى إلى الدكتور منقز الدكتور منقز بقا زي ما قلت الحضرات لكم هيروح لفين هيروح لي اللاهوتيين المتحررين كويس ويجيب قراءهم فأنا همشي معاه واحدة بواحدة كويس وهنناقش أفكاره واحدة بواحدة ناخد الفيديو اللي جاي اللي بتكلم فيه عن ريمون براون هل كان الإنجليون شهود عيان هذا السؤال سنسأله لواحد من أكابر العلماء المعاصرين المهتمين في العهد الجديد وهو قسيس كاثوليكي حاصل على دردة الدكتورة وهو القس الدكتور ريموند براون ريموند براون يتحدث عن هذا الموضوع على فكرة بس المعلومات كدكتور ونحن دايما لما بنقول في الغرب هنا يعني معه بيتش دي ولا دكتوراه ما بنقولش الدكتور ريموند براون حتى لما بيكتب كتاب بيكتب ريموند براون يعني الألقاب دي أنتو بتحتموا بيها أكتر من موجودين في الغرب ستضمن في حوالي ستضمن في حوالي خمسة وتسعين في المية من الدراسات النقدية هذا الكلام هذا الكلام يا دكتور منقذ أنت لا تستطيع أن تقدم عليه برهانا وأتحداك يا دكتور منقذ لأن ما يقول ريموند براون ليس بالحقيقة فهناك دراسات بالمئات بل بالألاف بتؤكد مصداقية الأنجيل من أشهر الجامعات من كامبريج من أدنبرا من أكسفورد من أشهر الجامعات فمتاخدش كلام ريموند براون على أنه وحي إلهي ومتاخدش كلام ريموند براون على أنه هو ده الفيصل النهائي يقول زي ما يقول لكن يعني 95% من الأبحاث الحديثة المعاصرة تقول أن الإنجليون لم يكونوا شهور عيان هذا الكلام غير صحيح وأنا عندي لستة طويلة باللهوتين الذين أريد أن ترجع لهم يا دكتور منقذ هقولها لك بعدين أسماء لها مكانها الأكاديمي وسط العالم المسيحي ولها كتبها وأبحثها لكن أنت بتروح تستاد أنت أنت بتروح للهوتيين بينتقدوا الكتاب وبتجيب أفكارهم مع أنه أفكارهم دي مردود عليها لكن خلينا نكمل 95% من الدراسات النقدية 95% من الدراسات النقدية تقول بأن الإنجليين ليسوا شهود عيان أوكي هاتلي يا دكتور منقذ بما إنك أنت لأنه أنا تعودت مثلا إنه لما أقرأ عبارة إن أنا أمتحنها زي ما أمتحنت عباراتك كتير وأثبت قبل كده إنها كم معظم اكتباساتك هي مجرد كذب وتدليس وليست حقيقة كويس لما تقرأ عبارة يا دكتور منقذ لازم تمتحنها هاتلي ما يثبت يا دكتور منقذ من الإحصائيات بالستاتيستيكس يعني بتاعتها من ويبسايد أكاديمية بتقول إنه 95% من الأبحاث النقدية بتقول إن الإنجليين لم يكونوا شهود عيان هاتهالي يا إما حضرتك بس بتاخد العبارة اللي تعجبك دون تطقيق وفحص زي زي ما زي ما هوري لحضرتكم حضرتكم اكتباسه اللي جاي دكتور منقذ وقع فيه ورطة كبيرة جدا وهو مسكين مسكين ليه لأنه هو بيدور على عبارة تناقد الأنجيل ده كل هدفه أو عبارة تطعن في الأنجيل لكنه لا يعلم فكر كاتبها بالكامل ولا يعلم هل كاتب هذه العبارة يحمل من الأفكار حتى ما هو ضد الإيمان الإسلامي ولا لا بس المهم إنه يطعن في الأنجيل يعني يعني شعاره أنا أتحد مع الشيطان حتى لو طعن في الأنجيل عندما يطعن في الأنجيل أنا هتفق معاه لما يطعن في الأنجيل فالدكتور مونكز في الفيديو اللي جاي راح لنا لرودلف بولتمان وهو واحد من أشهر العلماء العهدي الجديد في القرن العشرين وهو توفى سنة 1976 من لدي وهو لهوتي ألماني لوثري ومخترع نظريات كثيرة في العهد القديم ولي أفكاره الخاصة العهد الجديد ولي أفكاره الخاصة في العهد الجديد والعهد الخديم خلينا الماني رودلف بولتمان الذي يعتبره بعض العلماء أعظم علماء القرن العشرين لا يمكن أن نثبت صحة أي كلمة من كلامه بولتمن بيقول أنه إحنا لا يمكن أن نثبت أي صحة أي كلمة من كلمات المسيح يعني كل كلام المسيح اللي قاله ما نقدرش نثبته ماشي دكتور مونكس كمل كلام المنسوب للمسيح عليه الصلاة والسلام في الأناجيل لا يمكن أن يكون موثوقا لا يمكن أن نقول بالفعل المسيح قال من رأاني فقد رأى الآب أنا والآب واحد يمكن أن نثبت صحة أي كلمة من كلامه يعني كل ما يمكن أن نقول له دكتور مونكس بيصدق بيصدق كلام بولتمن كويس اللي نادى به من 1941 في أبحاثه كويس على أنه يصدق كلام المسيح اللي تقال من فم المسيح واللي تسجل في القرن الأول الملادي ماشي أب واحد يمكن أن نثبت صحة أي كلمة من كلامه كل ما يمكن أن نقوله عن حياة يسوع وعن شخصيته هو أن لا نقول شيئا كويس كويس ده كلام مين؟ كلام بولتمن تعرفي عن بولتمن تعرفي عن بولتمن طيب أنا هتحداك يا دكتور مونكس ماشي هتحداك بما أنك اقتبست من بولتمن فأنت تصدق بولتمن يعني يعني لو أنت لو أنت اقتبست من بولتمن ما يهاجم الكتاب المعدس فمعنى كده أن انت بتصدق كلام بولتمن وبتعتبر كلام بولتمن مرجعية صح؟ يعني مش ده الواقع ده الحقيقة أنا لو اقتبست من كلام وبصدقه وبقول هذا هو الكلام الذي قاله أعظم لهوتي في القرن الواحد وعشرين وأنا أؤمن بهذا الكلام فإذا كل ما يقول هذا لهوتي من كلام انت مقتنع به وإلا يكون يعني اقتنعاتك اختيارية أنا أقتنع لما يهاجم المسيحية كويس ما لا يعرفه دكتور منقذ السقار عن بولتمن إحنا يا دكتور منقذ ما بقاش فينا شعر من فراغ إحنا قرينا وبحثنا وقرينا الكتب وطلع تانينا وصريعنا مع الأفكار ومع كلمات وعبارات وإيمان بولتمن وغير بولتمن ما لا يعرفه دكتور منقذ عن رودلت بولتمن وعايزة الدكتور منقذ يطلع يقول لي أنا فعلا بؤمن بكلام بولتمن كله بما إن أنا اقتبست منه أنا بؤمن بكلام بولتمن كويس الدكتور منقذ بيقتبس من رودلت بولتمن ما يخدم غرضه وهو الطعن في الأنجيل ومصداقيته طبعا دكتور بولتمن أو رودلت بولتمن مش مهتم بالإسلاميات ولا غيرها الرجل تخصصه كان أستاذ عهد جديد يعني طيب معنى ذلك يا دكتور منقذ إن انت بتصدق كلام بولتمن وبتؤمن بيه وإلا ما كنتش اقتباسته على إنك على إنه صادق كويس لكن هل تعلم يا دكتور منقذ أن ما ينادي به بولتمن نفسه يتعارض مع القرآن والإيمان الإسلامي وإذا كنت هتقبل كلام بولتمن ضد المسيحية فلازم تقبل كلام بولتمن كله أشرح لك لأنه يمكن تعرف شوية عن بولتمن بولتمن اخترع مدرسة للتفسير كويس بولتمن كان شخص عقلاني رفض كل ما هو فوق طبيعي في الكتاب مؤدس كل ما هو فوق طبيعة كل ما هو سوبر ناتشرل كل ما هو معجزي كل ما فيه يعني تدخل إلهي من أول من أول الخروج وشق البحر وكل الأمور دي رفضها بولتمن ودخل على عقد جديد ورفض كل ده كويس وقال إنه علشان نقدر نفهم الكتاب مؤدس لازم نجرده من الأساطير كل معجزة هي عبارة عن أساطير كل معجزة هي عبارة عن أساطير العالم القديم لأنه ما كانش عنده العلم والاستنارة والتفسير العلمي للأمور الطبيعية كان ينسبها دايما للمعجزة والخرافة ده كلام بولتمن كويس عشان كده رفض كل معجزات العهد الجديد كل معجزات العهد الجديد وكل معجزات العهد القديم وأطلق عليها أنها أساطير تفسير الإنسان القديم المتخلف للأمور التي لا يستطيع أن يفهمها كويس ده مدرسة بولتمن عشان كده يا دكتور منكز بولتمن أنكر الميلاد العزراوي عايزك بقى تطلع تقولي أنا كمان بقبل كلام بولتمن في إنكاره لميلاد المسيح من عزراء وأنكر معجزات المسيح أن المسيح يشفي المولود أعمى أنه يشبع الجموع أن يقيم من الأموات كل دي اعتبرها أساطير وأنكرها وأنا عارف أنه عندك في القرآن المسيح ولد من عزراء وعارف أنه عندك في القرآن أيضا المسيح كان يصنع الآيات والعجاب إيه رأيك إنك تقبل كلام بولتمن في طعنه أيضا في القرآن ولو عندك الجراءة يا دكتور منكز تيجي تقولينا في فيديو آخر إنه أنا بقبل كلام بولتمن زي ما طعن هو في المسيحية أيضا بيطعن في حقائق إسلامية بس أنت ما تقدرش أنت عجبك كلام بولتمن لأنه بيهاجم المسيح وعجبك كلام بولتمن لأنه بيطعن في الأناجيل على فكرة هو ما يقصدش إنه يطعن في القرآن هو ما يفرقش مع القرآن لكن أنا بقولك إنه ياما تاخد كلامه على بعض ياما تسيبه على بعض ياما تصدقه كله ياما ترفضه كله هل يقبل دكتور منكز بولتمن وأفكاره وإنكاره لخروج شعب إسرائيل من أرض مصر ومعجزات الله من خلال موسى وهل أيضا يقبل فكره فيما يتعلق بميلاد المسيح ومعجزاته اطلع جاوبني على السؤال دكتور منكز هو واحد من من المفسرين النقاد للمسيحية لكن هل هذا يمثل الاتجاه المسيحي لا طبعا هل هذا هو الإيمان المسيحية لا طبعا ده معروف إنه ده الفكر الليبرالي الفكر الإنسان المعاصل يرفض كل ما هو معجزي ويقبل كل ما يتماشى مع العقل ده ببساطة فلسفة بولتمان بولتمان حتى ليه عبارة مشهورة قالها كويس بتقول إيه لا يمكننا استخدام الأضواء الكهربائية وأجهزة الراديو وفي حالة المرض نسفيد من الوسائل الطبية الحديثة وفي نفس الوقت نؤمن بالروح وبعالم المعجزات في العهد الجديد هدي فلسفة بولتمان تخيل بقى بولتمان لو قرى القرآن ده هيشرحه ده مش هيطلع منه حاجة وأنا عشان كده بقول إن ورطة الدكتور منقز في إجاباته ورطة كبيرة جيدا الكلام اللي بتقوله بقى واقتباسات بولتمان ده يمشي على المسلم اللي مش فهم حاجة لكن لما تيجي عندنا هنا كل كلمة ليه حساب وبكلامك تتبرر وبكلامك تدان فاقتباسك من بولتمان يدينك ولا يبررك واستشهادك بكلام بولتمان يدينك ولا يبررك لأن بولتمان بيطعن في كل الإيمان المسيحي مش بس أقوال المسيح ومنها ميلاد المسيح من عزراء ومنها معجزات المسيح فهل تقبل هل عندك الجراءة أنك تقبل طعن بولتمان في ميلاد المسيح من عزراء وطعن بولتمان في أيضا إنكاره لمعجزات المسيح إن كان عندك هذه الجراءة وتقبل أفكاره فنقبل اللي انت بتقوله على لسان بولتمان بخصوص تعليم المسيح طيب يكتفي الدكتور منقص بكده لا 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 زي ما يكتفيش بكده هو كل غرضه وكل هدفه إنه يطعن في مصدقية الأناجيل وبالتالي يطعن في الصليب وترخيته ده الغرض الأساسي هو بيفكر إنه لما يطعن في مصدقية الأناجيل يبقى نجح في الطعن في الصليب وبهذا بالنسباله يعني يبقى الرواية الإسلامية اللي هي الخرافة الإسلامية عن عدم صلب المسيح حقيقة نكمل مع الدكتور منقص أعتقد ممكن نكمل شوف الدكتور منقص بقول لنا إيه بقى في الاقتباس اللي جايدة نسمع الدكتور منقص يختم بهذه الشهادة أي ويختم بهذه الشهادة جون ريسبرغ في كتابه خرافة يسوع ماشي طبعا هذا الرجل قبل أن نبدأ بعرض كلامه هو يتحدث عن خرافة يسوع الذي ذكرته الأناجيل ولا يقول بأن يسوع شخص غير حقيقي يقول أنا ما عندي مانع أن يكون هناك شخص اسمه يسوع يسوع عاش في أرشالين في تلك الفترة من الزمن طيب دي بس عشان المشاهدين يعرفوا وعشان كمان أنت تعرف يا دكتور منقص يمكن ما عندكش معرفة الفكر الليبرالي الغربي بالذات الذين ليؤمنون بالكتاب المعدس وبالمسيح كما نؤمن نحن به بيقولك أنه في فرق بين المسيح الذي تتحدث عنه الأناجيل ويسوع الإنسان الذي عاش من ألفين سنة فالأناجيل كتبها أناس تلاميذ للمسيح مؤمنين بالمسيح فأكيد لما حد بيكتب من منطلق الإيمان بيكون يعني منحاز لإيمانه لكن يسوع اللي عاش في اليهودية مختلف فهناك يعني الإنسان المعاصر لأنه رفض إعلان الله ورفض الكتب المعدس فبيعمل إيه؟ بيدور على يسوع بقى في حاجة تانية يدور على يسوع اللي عاش من ألفين سنة واحد منهم هذا الكاتب اللي اعتبر إنه المسيح كما هو في الأناجيل ما هو إلا إسطورة The Myth of Christ كويس؟ أو The Christ Myth إسطورة المسيح أو المسيح الإسطورة ونعتبر إنه المسيح كما هو في الأناجيل هو إسطورة طبعا ما عندوش أي دليل غير دليل واحد بس هو إنه مش مؤمن باللي مكتوب في الأناجيل ومش مؤمن بشهادة الأناجيل عن يسوع فبيقولك هو فيه واحد اسمه يسوع عاش من ألفين سنة بس مش ده المسيح اللي مكتوب عنه في الأناجيل ليه بقى يا دكتور منكز؟ ليه بقى؟ لأنه نفس فكر بولتمان إنه بيرفض كل ما هو فوق طبيعي مش ممكن يكون واحد عاشف من ألفين سنة يشفي الأعمى ويطلق الأسرة حر ويشفي المرضى ويشفي الأبرس ويقيم الموتى ويشبع الجموع وكل هذه ويقوم من بين الأموات فمش ممكن طبعا ده كلام كل ده بيعتبر خرافة أسطورة زي ما قال بولتمان عاش كده سماها ايه؟ المسيح الأسطورة أو أسطورة المسيح فنسمع دكتور منكز بابي شرح لنا الأمر ده وأنه قد صليب ممكن لكن أنا لا أصدق يسوع الذي ذكرته الأناجيل هذه شخصية كانت وهمية لأنه الوثائق التي تحدثت عنه لا قيمة لها إذن هو ملحد صحيح لكنه ينفي خرافة يسوع الإنجيلي ولا ينفي وجود شخص صالح وطيب كما نقلت عنه من قبل في حلقة سابقة طيب هذا الرجل قال عايزة وريكو قديت دكتور منكز بس بيروح لفين هو بيروح لمين بيروح للنقاد المسيحية ما بيجيبش حاجة من عنده ما بيجيبش حاجة من عنده يريد تويقعد يقرأ الكتاب ويطلع علينا هو نظرية أو يطلع علينا فكره هو عن الكتاب لا لا هو هو يروح للذين ناقدوا الكتاب ويجيب عملهم كويس وياخد عملهم ويقولوا هو فالناس يفكر ايه ده دكتور منكز ده افكاره ايه الجمال ده كله ده رجل ناقد للكتاب وعدس وهم يعلمون انه يعني الافكار دي قديمة اوي 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 ومردود عليها اوي اوي كتير نسمع الفيديو اللي جاي لانه الدكتور منكز هيلخص لنا ماذا قال هذا الرجل الشهادة التي تصدمنا بصراحة صدمتنا يعني لحد الوقت من ساعة من الواحد سمعها مش قادر يفوق من الصدمة بتاعة الكلام اللي تقال نسمع كلام اللي تقال ماذا يقول من الصعب القول باستحقاق هذه الكتب للمصداقية كوثيقة تاريخية وماذا صعب اوكي يعني الراجل داوان ببساطة بيطعن في تاريخية الكتاب المعدس تاريخية الاناجيل ماشي قالينا ايه بقى جدا ان نعتبرها وثيقة تاريخية قصة الف ليلة وليلة مساوية في مصداقيتها للاناجيل الاربع كويس قصة الف ليلة وليلة مساوية في مصداقيتها للاناجيل الاربع وبيجي رشيد حمامي واشرف عزمي وزكريا بطل تعبينك دول يقول لك هؤلاء الشهود عيان كويس يعني هو بيستشهد براجل ملحد كويس مش مؤمن بالمسيحية وبيستشهد به لانه بيطعن في الكتاب المعدس فانا بقولت الدكتور المنكس يعني بيضع يده في الشيطان لو الشيطان هياجم الكتاب المعدس هيأكل معاه عيش لو الشيطان هياجم الكتاب المعدس كويس الدكتور المنكس ما كملش الاراية كان نفسي يكمل الاراية بتاعة النص اللي جابه لان الراجل دون بيتكلم عن نقطة الدكتور المنكس ما حابش يتكلم عنها هو بس عايز يطعن في مصداقية الوثائق الاربع انجيل تاريخيتها كويس فقال لك انه هذا الرجل بيؤمن انه كتابات الف ليلة وليلة ده عربية النايت كويس في المصداقية تساوي تساوي الانجيل الاربع طب ما كملتش ليه كملنا العبارة المحتوطة كلها وكات قدامك بالاصفر انا حطيت ترجميتها هنا فالليالي العربية اللي هي الف ليلة وليلة جديرة بالثناء مثل الانجيل الاربع يعني الاتنين بيساوي بعض ليه بقى هو شرح شرح اللي الدكتور مركز ما حابش يكمله قالك ففي كليهما نجد في كليهما نجد روايات للامور الغير مستحيلة يعني اللي هي الامور the impossible things اللي هي قصده بيها ايه المعجزات الميلاد العزراوي قيامة المسيح من بين الاموات اشباع الجموع ماشي المسيح المية تهدئته للبحر والريح قالك قالك زي ما في الف ليلة في روايات بتعتبر مستحيل حدوثها في الاناجيل ايضا روايات مستحيل حدوثها وزي ما في الف ليلة وليلة روايات ممكن حدوثها كذلك ايضا في الاناجيل ممكن حدوثها كويس فقالك ايه قالك الايمان بالمستحيل لا الايمان بالمستحيل انك تؤمن بالامور الفوق طبيعية يعتبر خرافة جسيمة اي ايمان بالمستحيل هو خرافة اي ايمان بالمعجزة هو خرافة اي ايمان بامر فوق طبيعي هو خرافة طيب يا عمي والايمان بالامور الممكنة قالك سزاجة عمياء يعني يعني طب نعمل ايه لما انت بترفض الايمان بالمعجزات وبترفض الايمان بالامور الممكنة بتعتبر الاولى خرافة وبتعتبر التانية سزاجة يعني هو بيرفض كل حاجة الجديد يا دكتور منقص صدمتنا قوي قوي بالشهادة دي صدمتنا بيها طب ليه العلم الاسلامي قامت لقوما لما سلمان رجدي قال آيات شيطانية ليه حامد ابو زيت فين المفكرين الاسلاميين اللي حاولوا يخرجوا برا الصندوق راحوا فين على قل الرجل زي كده عاش ومات طبيعي في الغرب ايه الجديد ايه الجديد انما الدكتور منقص لم يستطع ان ينقص نفسه كويس دكتور منقص ما نقص نفسه دكتور منقص فشل في الاجابة على اهم سؤال منطقي ممكن يطرح الانسان كيف لعاقل ان يرفض مئات الادلة والبرهين التي تشير الى حدوث الصلب والموت للمسيح ويقبل بشهادة شاهد لم يرى شيئا هست طيب ماذا عن اشهر علماء العهد الجديد يا دكتور منقص انا هديلك ليست احتمال ترجع ليهم ياريت ترجع وتقرأ كتاباتهم دي اي كارسون كتب اكتر من خمسة وخمسين كتاب في العهد الجديد ده يعتبر واحد من اشهر علماء العهد الجديد ما تقرأ له دكتور منقص احتمال يعني تستنير وعنده ردود كثيرة على كل هذه النظريات النقدية وولتر ويسل اخر وولتر ليفل مايكل بيرد استرالي وله كثير من الكتب ومتخصص في العهد الجديد واحد من اشهر الناس الذين ناظروا اسمه ايضا واحد من اشهر الناس الذين ناظروا بارت ايرمن مايكل بيرد كريج بلومونبرغ من اشهر علماء العهد الجديد لويس بريبري كريج كينر ستراوت وايبر لاري هورتيدو وده واحد من اعظم علماء هو استاذ في جامعة ايدنبرا في اسكتلاندا هذا الرجل له مؤلفات كثيرة يا دكتور منقص ومن اشهر العلماء الذين بحثوا في تاريخ المسيحية واكتر واحد كتب على الايمان المسيحي على انه بدأ مع نشأة المسيحية وكيف ان المسيحية من اول نشأتها امنت بان يسوع المسيح هو الله المتجسد وله كتب كثيرة جدا بس اكتب اسمه كده على امازون او على جوجل سيرش اقرالهم ولا دول كفرة ولا دول مش علماء ولا بس تروح للبولتمان والغيره اللي بيخدموا قضيتك لما تقرى لدول يمكن يعني يحصلك نوع من التوازن وتستنير وتعرف انه الافكار اللي انت بتنادي بيها دي افكار يعني جرى عليها الزمن واكل وشرب وليست بجديدة ومردود عليها طيب في الوقت اللي فاضل انا عارف الوقت الوقت بيجري بينا لكن هل كان متى هل كان متى تلميذ للمسيح تلميذ المسيح هو كاتب الانجيلة الذي يحمل اسمه طبعا كل هدف دكتور مونكس انه يطعن في الحقيقة دي ليه لانه لما يقولك انه الانجيل الاربع لم يكتبوها شهود عيان يبقى اي حاجة فيها اشتب عليها ريس طبعا اعتراضات المشككين وانا جوابت على الاسئلة دي المرة الفاتت بحسب نظرية المصادر لو انا هؤمن بنظرية المصادر يبقى ازاي كاتب انجيل متى اعتمد على مصدر مهم وهو انجيل مرقص وشاهد عيان على الاحداث ان يستخدم مصدر كتبو تلميذ تلميذ كويس للمسيح ولم يكن شاهد عيان يبقى اكيد كاتب الانجيل مش هو متى انجيل كاتب الانجيل ده شخص جيه بعد كده بعد متى ده وعودت لحضرتك يا دكتور مونكس ان احنا ما عندناش اي مشكلة اذا امننا وصدقنا اللي قالوا اباء الكنيسة كلهم عن ان مرقص كان يكتب نيابة عن بوترس وان انجيل مرقص هو نفسه تعاليم بوترس وانه ترجمها واخذها وكتبها مرقص في انجيل فبالتالي لما متى تلميذ المسيح يرجع لما هو معروف عنه انه بتاع بوترس وبوترس يعتبر القامة او المتقدم في الكنيسة ففيش اي مشكلة لا توجد اي مشكلة في انه متى يرجع لمرقص لان مرقص يعتبر هو كتاب بوترس الاعتراض التاني لكن اللغة اليونانية التي كتب بها الانجير تعتبر لغة يونانية جيدة فكيف ليهودي من الجليل زي ما التالعشر ان يطكن اللغة اليونانية بهذا الشكل فاكيد الكاتب ليس يهودي اكيد الكاتب دوان شخص عاش في ثقافة الهلينية وتعلم اللغة اليونانية عن اتقان وكتب الانجير طبعا يا دكتور مونكز ما لا تعرفه عن متى انه كان عشارا وما لا تعرفه عن العشار انه كان الشخص الذي يتعامل مع الرومان واي شخص كان يتعامل مع الرومان كان لابد ان يطقن اللغة اليونانية فمتى كعشار واحدة من الكواليفيكيشنز بتاعته ان يبقى عشار والعشار دول هو جامعة درايب وكانت بتطبق بهذا الشكل ان يجي المستعمر الروماني ويحكم على لتسي مثلا بيت لحم مدينة بيت لحم مدينة بيت لحم عليها عشر تلاف درهم لازم تدفعه السنة دي درايب كويس فييجي العشار دوا اللي بيتعامل مع الرومان وبتكلم اللغة الرومانية وبيقدم تقارير للرومان كويس يجي يقوله انا هدفع لك العشر تلاف درهم دول وانا هجمعهم بايه بمصلحتي فيدي للحاكم الروماني الفلوس ويجمع هو الدرايب من الشعب فبدل ما يجمعهم عشر يجمعهم عشرين كده كانت طبقة مكروهة وطمعة لكنها كانت طبقة مثقفة بتعرف اللغة اليونانية كويس اوي فوحدة من بتاعة اي جامع درايب بتعامل مع المستعمر الروماني هي اتقانه للغة اليونانية ولا يوجد اي اعتراض يا دكتور منقز كان نفسي اخد الادلة على ان متى هو الكاتب لكن اكيد هنتكلم عنها في حلقة اخرى لكن احبائي انا عايز ااكد حقيقة واحدة وعايز الحلقة دي كن موضوعها هو هذا الموضوع الوحيد اولا ان عدم صلب المسيح هو خرافة خرافة لانه ليس له سنة تاريخي خرافة لانه لا يمكن ان يقدم المسلم برهانا واحدا حاجة تانية انه الدكتور منقز فشل فشل زريع جدا في تقديم اجابة منطقية بادلة وبرهين الى ان نلتقي في حلقة جديدة سلام المسيح يكون معكم